اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دخل في سلسلة المؤتمرات التي أعطلها الانتلاق المؤتمر الوطني المجلس الوطني أعطل الدفع اللولى الحمد لله كما اشتوه خلال الأشغال للمؤتمر كانوا تجاوب قوي وكانوا تدخلات قوية الاخوان كلهم مناظرين ومناظرات استحضروا واحد منطق اللي هو يعني واحد النفس اللي هو منطقي وإيجابي يعني كلهم عبروا ويفتخروا بالانتماء لهم من هذه الحزبة تحت الركيزة درسية عزيزة خنوش كلهم يعني أكدوا أننا كلنا عزيزة خنوش ان شاء الله وابتداء من اليوم يعني هذه التعطاء التعطاء اللي انتلاق الرسمية لمصار تنمية اللي وعدنا بها للمواطنين والمواطنات والمناظرات درسية الحزب يعني بعدين نشغلو على الصعيد الوطني باش ننزلو جميع يعني البرامج الحكومية على الصعيد الجهوي إن شاء الله احنا نتقوه إيجابي الخير الخير جيد قدام إن شاء الله يعني باش نكونوا واقعيين يعني رغم جميع الإشكلات اللي تعيشها الوطن دينا والعالم نتقوه فخورين بالبلاد دينا لأننا نبين بأنه عنده قدرات وعنده مؤهلات هنيئا لنا وهنيئا لجميع التجمعيين على الصعيد الجهوي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم كما حضرتوا معنا وحضر جميع عقد حزب التجمع الوطني الأحرار بجهة سوسمسا مؤتمره الجهوي مؤتمر في العقل اللي تمثلت فيه جميع نسقيات الأقالي بالسيط ديال الجهة الحمد الحمد لله اليوم بينا الجميع لأننا حزب يشتغل بدينامية جديدة حزب متواجد حزب يتواصل بشكل دائم مع مناضلاته ومناضلين حزب مستعد أنه يدافع بشراسة على القضايا الوطنية الكبرى حزب جاء بشياطي حلول لهذا الوطن وهذا الحلول إن شاء الله راهي تبرمجت في إطار برنامج الحكومي للجميع اليوم عارف بأنه مش شيء سهل تنزل ولكن رغمنا نترجع جميع الإخوان اللي اخذوا الكلمات عازمين على أن الحكومة برنامجها ستنزل رغم الصعاب رغم المشاكل نحن نقول اليوم بأن نجددنا الهياكل عقدنا المؤتمر بجدول أعمال التي تضمن أهم حاجة وهو أنه أعطينا فيه جميع الجهوي لحزب التجميع الوطني الأحرار نحن نشاء الله في الطريق صحيح ونعمل ونحن نعمل العصارة ونحن نفناها دائما نعمل ونستطيع هذا العمل يجب أن يكون لقدم ونأمن بمؤهلاتنا ونأمن بالدكاء الجماعي التجمعيات والتجمعيين من أجل أننا نحقق مصالح الوطن الذي عزيز لنا وشكرا بتهيئة لكم وما تنسوش تابنو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي